مبروك على بدء رحلة الحمل الرائعة الشهر الثاني هو فترة تطور كبير لك ولطفلك خلال هذه الأسابيع يمر جسمك بتحولات ملحوظة ليرعى الحياة الصغيرة التي تنمو بداخلك مع دخولك شهرك الثاني قد تواجهين مجموعة من المشاعر من الإثارة إلى القلق هذا طبيعي تماماً يتكيف جسمك مع ارتفاع الهرمونات ومن الضروري الاستماع إلى جسدك وإعطاء الأولوية للعناية بنفسك خلال هذا الشهر سينتقل طفلك من مجموعة من الخلايا إلى شكل بشري يمكن التعرف عليه إنه وقت مليء بالدهشة والتوقع وأنت تنتظرين بفارغ الصبر وصول طفلك الصغير دعونا نتعمق في مراحل كل أسبوع من الشهر الثاني من الحمل ونستكشف التغييرات التي تحدث بداخلك وتطور طفلك الثمين الإسبوع الخامس يمثل علامة فارقة يبدأ قلب طفلك بالنبض هذا الوميض الصغير على شاشة الموجات فوق الصوتية هو دليل على معجزة الحياة التي تكشف بداخلك في هذا الوقت تقريبا يكون حجم طفلك الذي يطلق عليه الآن اسم الجنين بحجم حبة السمسم على الرغم من صغر حجمه إلا أن قلبه ينقسم بالفعل إلى غرف ويبدأ في ضخ الدم أما بالنسبة لك فقد تلاحظين أن بعض أعراض الحمل المبكرة أصبحت أكثر وضوحا غثيان الصباح والتعب وثقل الثدي من الأعراض الشائعة خلال هذه المرحلة يمكن أن تؤدي التقلبات الهرمونية أيضا إلى تقلبات مزاجية وزيادة في العاطفة بحلول الأسبوع السادس يكون الأنبوب العصبي لطفلك والذي سيتطور إلى الدماغ والحبل الشوكي قد أغلق تقريبا تبدأ البراعم الصغيرة التي ستصبح ذراعين وساقين في الظهور كما يبدأ الوجه في التكون مع وجود انخفاضات صغيرة ستصبح العيون والأذنين قد تلاحظين أن ملابسك أصبحت ضيقة بعض الشيء مع نمو رحمك لاستيعاب طفلك النامي يمكن أن تؤدي زيادة حجم الدم أيضا إلى كثرة التبول القسم الرابع الأسبوع السابع تظهر الأطراف الصغيرة يجلب الأسبوع السابع المزيد من التطورات المثيرة أصبحت ذراعي وساقي طفلك أكثر تحديدا وتبدأ أصابع اليدين والقدمين الصغيرة في التكون كما أن الجهاز الهضمي والرئتين في طور النمو مع نمو طفلك قد تعانين من بعض الانزعاج مثل الانتفاخ وحرقة المعدة والإمساك هذه كلها أعراض حمل الطبيعية بسبب التغيرات الهرمونية وضغط رحمك المتنامي على أعضائك الداخلية القسم الخامس الأسبوع الثامن وقت النمو السريع طفلك ينمو بسرعة بحلول الأسبوع الثامن تستمر ملامح الوجه في التطور وتتشكل الجفون تصبح الأذنين أكثر وضوحا ويصبح طرف الأنف مرئيا يصبح حجم طفلك الآن بحجم حبة التوت وتصبح حركاته على الرغم من أنك لا تستطيعين الشعور بها بعد أكثر تناسقا القسم السادس نصائح لحمل صحي أثناء تنقلك خلال الشهر الثاني من الحمل تذكري إعطاء الأولوية لصحتك ورفاهيتك إليك بعض النصائح لدعم حملي صحي رعاية ما قبل الولادة حدد مواعيد منتظمة لفحوصات ما قبل الولادة مع طبيبك أو ممبرض التوليد لمراقبة صحتك وتطور طفلك نظام غذائي صحي تناولي نظاما غذائيا متوازنا غنيا بالفواكي والخضروات والحبوب الكاملة والبروتين قليل الدسم لتوفير العناصر الغذائية الأساسية لك ولطفلك الماء تناولي الكثير من الماء على مدار اليوم للبقاء رطبة ودعم زيادة حجم الدم في جسمك الراحة أحصلي على قصد كاف من النوم والراحة لمكافحة التعب ودعم متطلبات جسمك أثناء الحمل ممارسة الرياضة مارسي تمارين رياضية معدلة الشدة مثل المشي أو السباحة بموافقة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك تذكري أن كل حمل فريد من نوعه إذا كانت لديك أي مخاوف أو أسئلة فلا تتردد في التواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على التوجيه والدعم مبروك على هذه الرحلة الرائعة